بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا نعم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدا وعشان كده عرفنا ان القيم والاخلاق هدية من ربنا قبل ما بتبقى هداية ربنا سبحانه وتعالى بيهدينا الهدية دي عشان الهدية دي هي اللي هتخلي حياتنا مليانة سعادة في ناس كتيرة لازم نقول لهم وإحنا بنتكلم على أن احنا يلا نبني أي نبني الإنسان وإحنا بنتكلم عن القيم يا سادة انتوا مش هتقدروا تحصلوا السعادة في الحياة غير بمفتاح وبوابة السعادة الكبرى اللي هي القيم والاخلاق وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان داعية السعادة ودعية الراحة ودعية الرحمة ربنا وصفوا بوصف دقيق بوصف جميل بوصف راقي فقال وإنك لعلى خلق عظيم وعشان كده لو احنا عايزين نوصل للسعادة من خلال حب الله سبحانه وتعالى تعالوا نتبع حضرة النبي كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتعالوا نمشي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء أولادنا والنهاردة لازم نتكلم في حاجة مهمة جدا إحنا إزاي هذا الهاجس والسؤال اللي بيدور في قلوب كل واحد عنده أولاد واللي بيدور عن نعمل إيه فيه عشان المستقبل اللي جاي وإحنا شايفين هذا الزخم والناس كلها اللي قاعدة تتكلم على جيل زد وإزاي إن الجيل دوت مليء بالمتغيرات اللي مش قادرين يتعاملوا معاه هل إحنا أمام شيء مش هنقدر نتعامل معاه ونسلم له أبدا لأن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء إيبقى إحنا جاهزين إن إحنا حتى نتعامل مع جيل زد بس إحنا جاهزين لابد إن إحنا نكون جاهزين بإن إحنا كمان نغير من تفكيرنا إن الله لا يغير ما بيقومي حتى يغير ما بيأنفسي عايزين نقدر نتعامل مع المتغيرات اللي حصلة ومع أولادنا ومع الأجيال اللي جاية لازم نغير طريق تفكيرنا في إزاي نكرس ونغرس الأخلاق في أولادنا إحنا تكلمنا في مشوار طويل عن 11 قيمة هي القيم الفعالة في حياة الناس والنهاردة عن نبتدي مشوار تاني إيه القيم الأساسية اللي إحنا عايزين نربي عليها أولادنا إيه الأشياء وإيه المعايير اللي إحنا لما نقوم بيها ونوفرها يبقى إحنا أمنا بيبر أولادنا نكون أمنا بحق أولادنا علينا تعالى نبدأ بسؤال مهم جدا 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 نبدأ من إمتى عشان نرب أولادنا يعني من إمتى نبدأ بغرس القيم في أولادنا القيم بتتكرس وبتتغرس في الأطفال من وهم في بطن أمهم ما حدش يستغرب يعني بواحدة واحدة بس ما حدش يستغرب يعني أنا أبتدي أغرس القيم في ابني وهو في بطن أمه اه ليه بقى اول حاجة عشان الابحاث بتقول وابحاث اهل الله كمان ان الام لما بتكتر الصلاة وخاصة الصلاة على حضرة النبي بيحصل لها حاجة مهمة جدا اول حاجة تحس ان الابن بقى انسان هادي ده بالتجربة انه لما تكتر الصلاة وتكتر الاشياء اللي بتدخل الطمأنينة الا بذكر الله تطمأن القلوب الولد يحصل له الا بذكر الله تطمأن القلوب يعني ايه هي يطمأن قلبي بس يطمأن قلبي كمان من هو معي من هو في احشائي فيحصل اطمأن للولد فالولد لو عايزين الاولاد يبقوا هاديين سمعوهم الذكر والصلاة من هم وفطن امهم يطلع هادي ويبقى طبعه انه هو انسان اقرب الى الحكمة تاني حاجة انها تحس ان اللبن اللي بيدر بيكون بسهولة بلا قلم ده اهل الله قالوا كده تجد الكلام ده في كتبهم بيقولوا الحاجة التالتة ان ابنها بيفهمها بطريقة مختلفة حتى لو ما تكلمتش ولذلك طرق التربية الحديثة بتقول ان احنا نكلم الطفل وهو لسه جنين لان الجنين بعد ما بينفخ في الروح لما تكلمه هيكون فاهم تعالوا نفهم كده نفهم حديث رسول الله بشكل مختلف ان الواحد بيتجمع خلقه في بطن امه نطفة اربعين يوما ثم علقه اربعين يوما ثم مضغه اربعين يوما ثم ينفخه فيه الروح ويكتب رسقه اذا رسقه هيبتدي منين؟ من الاربعين يوم فهو عنده رسق من الفهم عنده رسق من الطعام عنده رسقه من الشراب عنده رسقه من النفس اذا هو ابتدى يدخل في الحياة معنى انه يدخل في الحياة ما يدخلش في الحياة ببعد واحد بس انه يأكل واشرب لأ هيدخل في الحياة بكل ابعدة ولذلك المسألة بسيطة بدل هو هيبدأ ينفخ فيه الروح يبقى هو يقدر ببساطة خالص أنه يفهم هو صحيح مش هيقدر يعبر بس هو مين قال إنه هو مش هيقدر يعبر حركته في الداخل ممكن تكون تعبير جدا جدا على ده ولما الأمة بتكلم طفلها وهو جنين بيوصل له الكلام ده ويدخل عنده في اللواعي مثل اللي لو قالت له أنا عايزك تحب ربنا وعايزك تحب رسول الله وتحبه حب عظيم وعايزك لما تيجي تحب الناس وتخليك إنسان عنده أخلاق وإنسان طيب هي نفسه هي بتقوله كده بتلاقي نفسه بتتشحن بالمعاني دي وتيجي تقوله على فكرة لما تيجي تقوله على فكرة أنا كلمتك وإنت جنين وقلت لك كده هو بيحصل علاقة مختلفة فلما هو ينزل وتيجي تكلمه في المعاني دي هتلاقي عنده استعداد للمعاني دي وكأن المعاني دي مش غليبة وكأنه سمع قبل كده ما تستغربوش وإحنا قبل كده لما كنا في عالم الزر ربنا كلمنا وخاطبنا على فكرة الحاجات دي هي اللي بتجدد فهمنا للحياة